لليوم الرابع على التوالي وصلت اللجنة الخاصة المشاكلة بمجلس النواب بدرسة برنامج الحكوم اجتماعاتها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس استمعت اللجنة إلى وزراء العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية وتستمع اللجنة في الجزء الثاني من الاجتماعات الوزراء التضامن الاجتماعية والصحة والسكان والشباب والرياضة وقد أكد رئيس اللجنة الخاصة أحمد سعد الدين على أهمية مادار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة مؤكدا على وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين